وفي ختام الدورة الخامسة للجنة العليا المشاركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية صدر بيان مشارك تناول مجريات اجتماع اللجنة العليا المشاركة بين البلدين الشقيقين كما تناول البيان أبرز ما ناقشه الجانبان في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما بالإضافة إلى تعزيز مستويات العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية ناقشت اللجنة مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات وما تحقق من نتائج طيبة ومثمرة أسهمت في تنمية التعاون الاقتصادي كما تدرست أوجه تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتعليم العالي والإعلام والشباب والرياضة والنقل والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة أكد الجانبان الرغبة المشتركة والحرص المتبادل على التنمية وتطوير مسارات التعاون المشترك في كافة المجالات والقطاعات التنموية وسعيهما المتواصل لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي والتنسيق المشترك لتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية وتجارية والاستثمارية ودعوات رجال الأعمال للاستثمار في الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وزيادة تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة ذات الصلة ومضعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر شمولا وتساعا واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات والأزمات التي تواجه الدول العربية وتداعيتها على الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدين أهمية مواصلة العمل معا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات وكذلك أهمية التنسيق المتبادل لدعم جهود ومساعي المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سلمية للأزمات التي تشهدها بما يعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي وأصون مقدرات ومكتسبات الشعوب ويحقق السلم والنماء والازدهار لدول المنطقة عبر الجانبان عن إدانتهما للتقارير المشحفة في حق البلدين في مجال حقوق الإنسان والقرارات التي تمس استقلالية سلطتهم القضائية ودعي مصادر الحملات المغرضة إلى التوقف عن التشويش على علاقات يعملان على تطويرها مع شركائهم الدوليين في إطار من الثقة والاحترام المتبادل والنظرة المستقبلية الإيجابية والبناء جدد الجانب البحريني دعمه الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة وأكد في هذا الإطار على موقفه الداعم لمغربية الصحراء وللجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي وقعي على أسس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وأكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كما عبر عن رفضه لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني وجدد الجانب المغربي تقديره العالي لمملكة البحرين بافتتاح القنصلية العامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2020 ميلادية بأمر سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وذلك تأكيدا على التزام مملكة البحرين بدعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكتين الشقيقتين وجدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والداعي إلى ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ونوه الجانب البحريني بالجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية وكذلك بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة لصالح الساكنة المقدسية كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع العالمية والأزمات والتحديات الراهنة وتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين وانعكاسها الاقتصادي على دول المنطقة وأكدا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك تجاه كافة التحديات العالمية وأهمية إقامة العلاقات الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة والسلام الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى كذلك تعزيز الجهود في ضرورة تضافرها في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة أشاد الجانب البحريني بالدور الريادي لصاحب الجلال الملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والبناء كما ثمن جهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الأفريقية في مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة وتم خلال هذه الدورة التوقيع على عدد من النصوص القانونية في مختلف مجالات التعاون المشترك واتفق الجانبان على أقدى الدور السادسة لللجنة العليا المشتركة في المملكة المغربية في عام 2024 في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر